عمليات موقعة بالدم وأخطر من هذا بانتظار هذه الدول مرحبا بكم متابعين الكرام هذه حلقة جديدة من حلقات قناة الأبيض مع نستراد مستلعرب ميشيل حايك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد عملية مطاردة بالسلاح على أحد الشواطئ ستزرع الرعب بين الناس بداية تأسيس نهج جديد للعلاقات بين السعودية وإسرائيل لا يشبه كل ما حدث إلى الآن بين العربي وإسرائيل يتوقف رادار عن العمل يشمل جهات مدنية وعسكرية الكشف عن خطة لإعلان الأردن مملكة للسلام تخطط إسرائيل عملا عسكري لرفع معنوياته جيشها نهاية غير سعيدة في أحد ما يدين الخيل وأمريكي الحديث الألمان والأوروبيين مفعول رجعي مسلح على نتائج الانتخابات العراقية ضجيج إعلامي عالمي محوره الأثار العراقية طابور من المستجدات المتسارعة والدقيقة يقرع باب الرئيس محمود عباس سنرى الاحتلال لا يرعى أكثر من مصالحة عربية انتشار كثيف لظاهرة الجن ومظاهرها وما يرتبط بها هستيريا محورها هاتف خليوي يخرج من سيطرة صاحبه صدمة تباغت مسيرة عاشرائية وتخرجها عن المفهوم الذكرى الوسط الفلكي على موعد مع صدمة بأحد وجوهه انتشار كثيف لظاهرة الجن ومظاهرها وما يرتبط بها فئة رجال الدين سوف يعلنون الاستعداد للوقوف أمام المحاكم سيتم إنشاء جبهة إصلاحية صحية دينية حجز وتقييد لحريات مجموعة من رجال الدين استثمارات كبيرة من منتلكات الطوائف وتحويلها لبرامج تعليمية وصحية وضمان شيخوخة يوم تهتز الأرض بالمنطقة وتعمل اللي راح تعمله أي من الظواهر ولو متوفى راح يشغل جهات أمنية انسحابات من أبك تهز أبك وتهز العالم يوم تهتز الأرض بالمنطقة وتعمل اللي راح تعمله وسنرى أن مشاكلنا عادية وبسيطة أمامها صور ومشاهد بموقع عربي يعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار بيروت التوقيع والتوقيع المصيرية ستكون عنوان تاريخ سوريا الحديث سقوط شخصية إيطالية صور ومشاهد بموقع عربي يعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفأ بيروت سيناريو بن علي في تونس يواعي الذاكرة من جديد وتهريب الكيبتاجون هذه المرة ليست الكمية هي فضيحة الاسم والشهر من سيكون أي من الظواهر ولو متوفى سيشغل جهات أمنية انسحابات من أبك تهز أبك وتهز عالم احتراف رياضي عربي سوف يظاهد بلدان الرائدة بعالم الرياضة الثورة اللبنانية سوف تحطم من الشخصيات الذين نصبوا أنفسهم آلهة الوسط الفلكي على موعد مع صدمة بأحد وجوهه انتشار كثيف لظاهرة الجن ومظاهرها وما يرتبط بها صدمة موجعة للكرة المصرية سيوف يثم المحاولة بتشويه هيبة الفنان عبد الشهين الثورة اللبنانية سوف تصدر ثوار والمرأة تدخل إلى قلب النار الهيلا هيلا هيلا هو سبب ردة فعل التهديدات التي كانت موجهة للمرسلات في ساحة الثورة اللبنانية ستتحقق هناك انفجاران داخل الثورة اللبنانية أحدهما انفجار القرار والآخر انفجار بارود للثورة اللبنانية ملكة جمال سوف تكون عملية انتقامية كبيرة وخطيرة تحمل اسم قاسم سليماني وسيفتعل لها صد عالميا التسوير الرئاسي الحكومية سوف تكون شارة تولى الأمير محمد بن سلمان بيده مجموعة من مجرى قضية الخاشقجي ما يجبه لقاء قمة واقطاب في الحرم المكي اسم بشار الأسد سوف يلمع فجأة وبسرعة البرق ويتسبب بصدمة خارج الحدود السورية الإبداع العالمي من صورة صغار لبنان صدمة تطوير ملف نعيم عباس شهرة وسعة في العالم للتبول اللبنانية المرأة اللبنانية في قفزة نوعية في تجاه الحكومة والبرلمان مسار علاقاتي عون الحريري لقات الحشيشة ستزرع وتقطف في عين الشمس تايمور جنبلات في قلب الحدث لن يبقى اسم العقدة في لبنان حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله وسيكون الحل أيضا حزب الله ونصر الله في أسلوبين ووجهين الثورة اللبنانية سوف تشهد مدا وجزرا فترة انتظار الثورة اللبنانية سوف تطهر ذاتها فئة أعداء الثورة اللبنانية يشوهون عروس الثورة اللبنانية في طرابلس يبادر الثورة اللبنانية لتباني الحل لأحدى الموضلات خارج الساحات لكنه مقرر وفقا للأحلام هناك مجموعة من سلطة قبل السابع عشر من تشرين ستكون موزعة كالآتي مجموعة منهم شعارهم وداعا لبنان ومجموعة منهم سوف تواجه ما يشبه الانسحاب ومجموعة سوف تكون مناسقة على المحكمة محليا وخارجيا ومجموعة تواجه أزمات نفسية وصحية بعضها حقيقي وبعضها مفتعل ومجموعة تكسب أو تكشف الصفقات ومجموعة سوف ترد جزءا من الثابت والمنقول القصر الملكي السعودي سوف يشهد حدثا لم يشهده من قبل وصفوف من الأمن السعودي تنتشر بالشوارع لتأمين هذا الحدث السري سيكون هناك أدوار بارزة لفنانين لبنانيين في صنع القرار في لبنان الجديد ونفس الشيء سيكون في سوريا رجال حزب الله لن يكونوا بحاجة للتسلل إلى الأراضي المحتلة لأنهم ينتظرون هناك ساعة الصفر كشف مخطط لاغتيال السيد حسن نصر الله وإخراجه للعلن وانشغال في مقر السيد إقامة واحدا من أهم أكبر مسؤولين في المملكة العربية السعودية من منصبه والمطالبة في محاكمته لبشعة تصرفه فضيحة أحد الرجال السعودية بالفيديو نهضتهم كبيرة في أحد المشاريع السعودية ستلفت أنظار العالم هناك شخصية استثنائية من الثوار اللبنانين للحكم وهم تحسين الخياط بير الطاهر ميشال الظهر أحدهم صورة على أحد الشاشات بداية تأسيس نهج جديد للعلاقات بين السعودية وإسرائيل لا يشبه كل ما حدث الآن بين العربي وإسرائيل انتفاء وغياب أربع أسماء لأربع شخصيات كبيرة في المنطقة فتاة سعودية تتولى منصبا من المناصب العالمية لأول مرة في المملكة العربية السعودية بخصوص معاهدات السلام التي وقعت بين إسرائيل والدول العربية أو التي سوف توقع ولو أنها فقط معاهدات على الحبر إلا أنها سوف تقابل عمليات موقعة بالدم من كذا موقع أمن قطري كثيف في حرم أحد المساجد وإطفاء نور ووهج نجم رياضي عالمي على الملاعب القطرية إلى هنا متابعين الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء